السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب حلقة جديدة من حلقات القناة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة ماذا يحدث في العالم الآن العالم على صفيح ساخن الانفجار بات قريبا كنا نتكلم ونقول إنه الهدوء الذي يسبق العاصفة أما الآن فنزعم أننا في قلب العاصفة وفي قلب الأحداث تعالوا نبدأ مباشرة مع بعض هذه الحلقة ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في وقت الحلقة المشاهد اللي بتحصل في السعودية ما زالت محل دهشة الجميع مشاهد بتبين لنا أن الأحداث على جميع المستوات في مختلف الأماكن ما نقوله بفضل الله يتحقق يوما بعد يوم إيه اللي بيحصل تعالوا نشوف في السعودية الأجواء أجواء أوروبية شتوية أوروبية وإحنا في عز الصيف زي ما بيظهر أصدنا في التهامة في المحفاة في التهامة في الباحة بالتحديد مشاهد كأننا موجودين في أوروبا العالم أيها الأحباب بيتجهز للحدث الكبير الأمور واضحة جدا جدا ولكن أهل البصيرة هم اللي شايفين فقط هذه الأحداث على أرض الواقع كمان تعالوا نشوف منطقة غامض الزناد في السعودية كما تظهر أمامنا أمطار مع سلوج كثيفة زي ما احنا شايفين مع بعض كلام دوة بيحصل في شهر ستة فبايعوه ولو حبوا على السلج مشاهد معبرة يعني لا تحتاج إلى أي تعليق هو اللقطة بتتكلم وبتنطأ لوحدها سندع الأرض هي التي تتكلم وتحدث أخبارها ونشوف المشاهد اللي على مستوى العالم وعلى رأسها بلاد الحرمين منطقة سيل بطاط سيول وسلوج كما تظهر أمامنا مشاهد غريبة جدا حتى الناس في السعودية مستغربين وأنا مستغرب من اللي بيطلع يقولك الموضوع ده عادي ودية أمطار موسمية أمطار موسمية السلوج موسمية البرد اللي بينزل أو السلوج سميه زي ما تسميه ده حاجة طبيعية طبعا الكلام بتاعهم هو اللي غير طبيعي بالمرة تعالى كمان مباشرة نروح الوادي بطاط ونشوف السيل بتاع الوادي منظر مذهل وغريب جدا جدا فيه نهايات شهر ستة حاجة غريبة جدا جدا أنا عايز ألفت نظركم كمان إن السيل حتى ده اطع الطريق على الناس والطرق بتتقطع والسلوج حاجة خطيرة ما تستهونوش بها هي والسيول والفيضانات دي كفيلة بفصل مدن المملكة عن بعضها البعض فإبعوا تستهونوا بهذا البعد وأنا عملتلكم حالة قبل كده ويكلمتكم عن انقطاع التجارات بس تعالوا احنا بنتكلم نشوف برضو بني صهيم في العواضيات في السعودية سلوج مع امطار احنا بنتكلم كده بنشوف المشاهد دي مع بعض افكركم بالكلام اللي قلته في الحلقة بتاعة انقطاع التجارات والناس مفكرة انقطاع التجارات ممكن يبقى مثلا انقطاع الانترنت او التكنولوجيا او حروب مثلا واحنا قلنا ان في مصرح الاحداث في مكة والمدينة وما حولها السلوج هي اللي هتبقى كلمة السر واستدلينا بدقة اللفظ بتاع رواية فبايعوها لو حبوا على السلج والحبوا على السلج معناها ان السلج هيبقى عائق يعني كسيف ساميك الناس بش تعرف تمشي فيه لا هي ولا العربيات واحنا مشيين ورايحين لهذا المشهد بقوة تعالوا كمان نشوف خطر كبير جدا الخبراء بيتكلموا والناس مش داريانين حالة من حالات التعتيم الاعلامي الكبير الناس بتستقبل عيد الاطحى في مصر وسد النهضة على وشك الملء الرابع وما ادراك ما هو الملء الرابع الخبراء بيكلموا كلام خطير جدا عن الملء الرابع وبيقولوا ان انت اصاد احتمالين اصاد احتمال اول عدم تحمل السد للملء الرابع وينهار وخبراء بيتكلموا بيقولوا ان المياه من وراء السد يعني رهيبة وسلاح كأنها يعني مجموعة من القنابل مش قنبلة واحدة تهدد السودان ومصر على الترتيب السودان ثم مصر على الترتيب وبيقولوا ان ده الملء الرابع هيبقى السيناريو خطير جدا ممكن ينهار السد ولو انهار السد هتبقى كارثة كبرى طيب لو ان الاحتمال ده ما حصلش في احتمال اخر عشان تبقى ماشي في كل الاحتمالات الاحتمال الثاني ان السد ما انهارش ويتم الملء الرابع والملء الرابع ده بيقولوا حجم المياه اللي هتتملي ادت ثلاث ملوات ادت ثلاث مرات يعني فده بيهدد بانقطاع الماء عن المصريين وعن مصر وده هيبقى كارثة كبرى يعني انت ما بين سيناريو هين سيناريو الانهيار السد وسيناريو انقطاع الماء عن السودان ومصر على الترتيب الا اذا لطف الله بمصر ونزلت بقى امطار فياضانية وتمالت السدود اللي موجودة والخزنات اللي موجودة في مصر ده يبقى موضوع تاني وعلى فكرة الحكاة ده حصلت اثناء الملء الثاني للسد اثناء المرحلة الثانية ما كانوا خايفين من الملء الثاني سبحان الله نزلت امطار وانقذت المصريين ومحدش حسن بخطورة وتأثير نقص كمية الماء اللي بتوصل لمصر على العموم الاحاديث والنبوءات لابد ان تتحقق في شأن مصر في اخر الزمان والعلم عند الله وحده تعالوا نشوف مع بعض مشهد مرعب زلزال الهند المرعب اللي بيضرب منيه بال تعالوا نشوف ونسمع وركز قوي لان انت هتشوف مشاهد غير اعتيادية أعطي혼 رجل مرحلة مشاهد مرعبة زلازل لا تتوقف على مستوى العالم اجسام غامضة في سماء امريكا وبالتحديد في ولاية فلوريدا السحابة الغريبة جدا دي تم رصدها مرة اخرى وظهرها مرة اخرى وكننا عرضناها لكم من شهر تقريبا في الحلقات وشفناها في تركيا وفي الارجنتين وفي البرازيل وفي امريكا هي عادت من جديد في امريكا السماء مليئة بالالغاز ولا ندري ماذا يحدث في السماء مشاهد غريبة جدا جدا تعالوا نشوف مشهد بيظهر النجم في تركيا ايه اللي بجوار الشمس مشاهد تعالوا نشوف مع بعض المشاهد دي مشاهد غير طبيعية بالمرة انت تقدر تقولي الشمس قاني فيهم الشمس اللي هي الصغيرة ولا الشمس اللي هي الكبيرة استحالة ان دا يكون العكاس استحالة دا مشهد شمس كبيرة وجنبيها شمس بدأ تطلع شمس بدأ ان هي تطلع دا كان في تركيا بتاريخ اتنين وعشرين ستة تركيا بتاريخ اتنين وعشرين ستة مشاهد غريبة جدا هل الذي يظهر بجوار الشمس هو كوكب ممكن يبقى كوكب ايه ممكن يبقى الاية اللي ذكرت فيها الحديث قبل الامام المهدي تظهر مع الشمس اية يعني احنا سايبين ليكم الايه الاختيار ومشاهد غريبة جدا جدا فيه تظهر في السماء ولولنا رأيكم ايه في التعليقات ويعني ان شاء الله بعد قليل حلقة بس مباشر من العيار استقيل هقولك فيها الايه اللي بيحصل في روسيا ايه واعد تفتكروا ان احنا غافلين عن اللي بيحصل في روسيا وما جبنا السيرة لا دا بعد قليل ان شاء الله حلقة بس مباشر من العيار استقيل هقولك من النبوءات ايه اللي بيحصل الان في روسيا وإيه السيناريو المتوقع القادم والعلم دائما عند الله ارتقبوا هذه الحلقة إن شاء الله بعد قليل حلقة بس مباشر الساعة 12-12 وربع بتوقية مصر سلام الله عليكم ورحمته وبركاته